السؤال اللي بعد كده بيقول بعد اذنك يا فضيلة الشيخ عاوزة اسألك سؤال انا في رمضان اللي فات كنت حامل والدكتورة قالت لي ما تصميش كان ده من يوم ستة رمضان اقدر اعوض الايام دي ازاي يعني هي فطرة من ستة رمضان لغاية اخر رمضان فهي فطرة 24 او 23 يوم فتعمل ايه مسألة بسيطة خالص 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 يا فطرة تعوض الايام دي هي بتقول لي ايه هي بتقول لي ايه بس هي ما كملتش السؤال بتقول لي طيب واذا ما قدرتش اسوم الباقي ليا لغاية ما جيه رمضان فإيه اللي حاصل فما قدرتش اسوم ال 24 يوم اللي فاضلين علي فأعمل ايه ولا حاجة اسومي اتنين وخميس وسومي اللي تقدري عليه طب واللي يفضل يا مولانا خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعى اللي يفضل سوميه بعد رمضان ويقضيه بعد رمضان طب وانا اذا قضيته علي يا فديا لا عليك ان انت تقضيه بس وهذا اللي احنا اخترناه في الفتوى ان انت اللي حاصل عاية سومه اللي تقدري عليه قبل رمضان وصيامك لرمضان عاي يكون صحيح مفوش اي خلل مفوش اي عيب لان انت عملت اللي تقدري عليه وبعد كده تقضيه ما عليك بعد رمضان تقضي هذه الأيام بعد رمضان القادم إن شاء الله وبدون ما تطلع فدية على هذا الأمر لأن أنت أفطرتي وأنت مريضة لأننا نتعامل مع مسألة الحمل والرضاع على أنه خاصة الحمل نتعامل معه على أنه مرض ونتعامل مع الرضاع على أنه ملحقة به